مرحبا غوالي كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير اليوم دعلمكم كيف بتعملوا طحين الرز بطريقة كتير سهلة وبسيطة وتفضلوا معي على الطريقة باعتاز لكاسة رز يفضل الرز يكون حبة طويلة لانه بيحتوي على كمية نشا أكتر بدي أغمر الرز بالماء البارد وبدي أتركه لمدة خمس ساعات هلأ هون بدي يصفي الماء ولازم غسل الرز كتير منيح هون عبغسل الرز وبغسله كتير منيح لحتى تصير المي صافية من الرز هلأ بصفي الرزات بتركنوا شوي صغيرة على المصفاي وبعدين بنزلهم على أماشة نظيفة وبمد الرز على أماشة بهي الطريقة وبدي أتركهم شغلت ثلاثة أربعة الساعة شايفين حبايب هلأ هون بدي يبلش أطحن الرزات هني رح يكونوا شوي رطبين بس ما في مشكلة شايفين حبايب هنطحن الرز كفي عملية الطحن طبعا هاي الرطوبة بتساعدنا أنه ينطحن معنا الرز كتير ناعم في عندي هاي الطاحونة تبعية القهوة عم طحن فيها فيكن كمان تستخدموا أي ميكسر بس أنا أفضل تستخدموا طاحونة القهوة شايفين قديش ناعم معنا الرز بيطلع نعوميته مثل لطحين العادي بس لازم نطحنه كتير منيح طبعا بعد ما نطحن الكمية كلياتها لازم كمان النشف الرز رح فرجيكونا الطريقة كيف النشف فيها الرز هوني طحنت الكمية كلياتها شوف قديش طلعوا كاسة الرز طلعوا قديش طلعت كمية كتير كبيرة أنا مجاهز هوني المقلاية حاطت الحرارة متوسطة أول شي نزلت نصف كمية طحين الرز وهوني عم نشفهم أنا ما بدي خليهم ياخدوا لون بس بدي نشفهم تقريبا أربع خمس دقايق وبعدين هوني في عندي منخل بدي نخلهم تاخد شوية وقت بس ولكن تطلع النتيجة كتير ممتازة وهذا طحين الرز منستخدمه للحلويات منستخدمه للخبز منستخدمه للطعام كتير كويس هلأ بكفي بقية الكمية كمان بحطهم على المقلاية هون أنا عم نشفهم لأنه هني كانوا شوية رطبين شايفين حبايب طريقة كتير سهلة يعني خمسة ست دقايق ما في مشكلة ومنظلنا نقلب فيهم ما بصير ياخدوا لون شان يضل لونهم أبيض بعدين هوني على المنخل مننخلهم كتير منيح وهلأ هون هاي المرة الأخيرة يلي بدي أطحان فيها أطحين الرز شان يعطيني النعومة المطلوبة هلأ بحطهم بهذا الوعاء وبكفي كل الكمية شايفين وآخر شي بغطي عليهم وبيضلوا عندي لفترة طويلة جدا وهيك كانت النتيجة جربوا الطريقة ورح نتعلم كتير شغلات حلوة من هاته لطحين ترجمة نانسي قنقر